بمقر عاملة إقليم اليوسفية جرى تنظيم الملتقى الجهوية الأول حول الإعاقة والتربية على الصحة تحت شعار التنسيق والعمل التشاركي لتحسين جودة الخدمات بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين العاملين في هذا المجال الملتقى الذي نظمته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية باليوسفية بشراكة مع المجلس الإقليمي والتعاون الوطني والجمعية الوطنية لسفراء التربية الخاصة يندرج في إطار تخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة تم إبراز أهم الحصيلة لميزات برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انتلاق من 2017 إلى 2022 وليت ميزات ببناء سبعة دير المراكز من بعدما كان الإقليم كتوفر على مركز واحد الآن كتوفر على سبعة دير المراكز مجهزة بأحسن جهازات ومؤترة تبقى للمعايا التظاهرة شكلت فرصة لتسليط الضوء على الخطوات المهمة التي تم إنجازها في مجال مكافحة الإعاقة على المسويين الوطني والجهوي وكذا جميع التدابير الملموسة المتخدة في هذا الصدد من أجل مساعدة هذه الفئة الاجتماعية وتسهيل اندماجها الاجتماعي والاقتصادي والمهني الهدف اليوم هو تبادل الأرى والأفكار حول ما هي الستراتيجية الجهوية ومن خلالها الستراتيجية الإقليمية لطبيعة حال الاستجابة لطبيعة حال أولا المطالب دي الأشخاص دول إعاقة مختلف الأعمار ولكن كذلك من أجل ضمان إدماجهم في النسيج الجمعوي الاقتصادي والثقافي في السياقات التي يعيشوا فيها هذا اللقاء هو فرصة سانحة من أجل إذكاء الروح الوعي الجماعي بالاهتمام بهذه الفئة وكذلك من خلال بلورات وتصور تدخولات والتقائية للفاعلين في المجال الإعاقة من أجل تقريب الخدمة العمومية للفئات التي هي فوضعية إعاقة وكذلك جويدها في أفق ضمان الكرامة وتكافر الفرص والعدل المجالية وتم بالمناسبة التذكير بضرورة زيادة التحسيس بأهمية وضرورة العمل من أجل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال ضمان شروط العيش الكريم لهذه الفئة ومساعدتها على المساهمة في جهود التنمية في المملكة